اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شائعات كثيرة يتم تداولها بكثافة في اسبانيا والبرتغال بان الثاني الشهير كريستيانو رولالدو وجورجينا يمران بمرحلة قوية من الخلافة وانهم على وشك الانفصال الشائعات التي جعلت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رولالدو قائد في قنصر السعودي لكرة القدم تكسر صمتها ترد على المزاعم التي تتحدث عن مشاكل في العلاقة بين ابنها وبين جورجينا رودريجز وقد زعمت تقارير اعلامية اسبانية وبرتغالية الشهر الماضي ان المهاجم البرتغالي كريستيانو رولالدو سائم من خطيبته وقد يقنان على وشك الانفصال وردت جورجينا صاحبة 29 عام بانكار الخلاف مع رولالدو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها الشخص الغيور يخترع شائعة والثرثار ينشرها ويصدقها الابلة قبل ان تدخل دولوريوس افيرو والدت كريستيانو رولالدو على خط العلاقة بين نجلها وخطيبته ووصفتها بانها لا تشوبها اي شائبة ووصفت للدعاءات بانها اكاديب اثناء حضورها افتتاح متجر في مسكة رأسها بالبرتغالي وقالت افيرو صاحبة 68 عام للصحافة التي تغطي الحدث الذي دعيت اليه كل ما ينشر اكاديب كل رجل وامرأة يتجدلان وهذا امر طبيعي وزارت والدت كريستيانو رولالدو بالفعل ابنها وعائلته بالعاصمة السعودية الرياض حيث يقيمون الان وكانت الرحلة في فبراير بعد وقت قصير من انتقال نجلها وعائلته الى منزلهم الجديد ومن بين المزاعم التي بثت في وسائل الاعلام الاسبانية مقيل في برنامج اجتماعي تلفزيوني ان رونالدو سائم من جورجينا وذلك بسبب الوقت الذي كرسته لانفاق الاموال في مركز تسوق بالرياض وزعم انفلونسر اسباني شهير على تطبيق تيك توك ان شخصا اخبره ان الزوجين كان على خلاف تنبير قبل رقوب الطائرة مباشرة وتحدثت جورجينا عن حبها لرونالدو الذي التقته في يونيو عام 2016 بعد ان دخل مدجر غوتشي في مدريد حيث كانت تعمل في السلسلة الثنائية التي اصدرت مؤخرا من برنامجها الناجح على منصة نيت فليكس وذلك بعنوان انا جورجينا وفي مقابلة تلفزيونية اسبانية قبل الاصدار وصفت جورجينا رونالدو بانه اب رائع وابننا رائع واخ وصديق وشريك ورئيس وموظف انه رائع بكل معنى الكلمة وثتمت احيانا نكون في المنزل لنأكل وانظر اليه وافكر اشعر بانني محظوظة لانني الشخص الذي اختره لانشاء هذه العائلة الرائعة وعاش رونالدو صاحب 38 عام وجورجينا معا في مدن متعددة منذ ان بدأت علاقتهما فانتقل من مدريد الى ترينو ثم منشستر واخيرا اردد مستمرين في تغطية اثبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم